التقى وزير البترول والثروة المعدنية طريق الملة وفدا من شركة أرسيلور ميتال الجبيل السعودية برئاسة جابرييل مونتيا رئيس التنفيذي للشركة والتي تعد من الشركات رائدة إقليميا في مجال تصنيع خطوط أنابيب البترول والغاز حيث تم بحث دعم سبل التعاون بين الجانبين خاصة في مجال توريد المهمات وخلال اللقاء أكد الملة أن المناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به مصر حاليا يحفز مختلف الشركات العالمية على التوسع في عملياتها في مصر ومشيرا إلى أن منظومة التكامل والترابط التي نجح قطاع البترول المصري في إرسائها في صناعة البترول والغاز في المنطقة توفر تنوعا في الإمكانات والخبرات بما يسهم في سهولة أداء الشركات لعملياتها في المنطقة